في حلقة اليوم حطيت ثنين من العناكب بعالم واحد وبدت الحرب بينهم والظاهر أنهم من نفس الفصيلة ورح نشوف أن العناكب يأكلون بعض ولا مسالمين والعنكبوت الضخم من قوة الجوع أكل شيء المفروض ما يأكله بالأصل لأن شكلها دودة الموت وفي عنكبوت حصلتها بالمكان اللي أربي فيه النمل ومعه فريسة صدتها ورح أحطها ببيت العناكب والنمل الثور حطيت لها صراصير وما قاعدة ترحمهم أبدا رغم أنها مو جوعانة وأكثر شيء حزنت عليه هو موت هذه العاملة المسكينة اللي جمعت كل الصخور وبنت العش لحالها وأخيرا هذه النملة طلع فيها مرض وما تبغى ترجع للعش ولو رجعت في حراس راح يقتلونها لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس يلا نبدأ وهنا اكتشفت شيء غريب شوفوا العنكبوت ايش قاعد يأكل شايفين هذه الحشرة؟ ترى هذه تطلع لما تموت أي جثة فهي شيء غريب جدا الخيار الثاني اللي متوقع من هذه الحشرة ماني متأكد منها لكن واضح انها تعرفون البادنجان البامية الأمور هذه لما انتخيس أو شيء فتطلع منها حشرة غريبة زي كذا لكن الحشرة هذه صدقوني قد سويت عليها تجربة عن النمل والنمل ما قروا منها أبدا وهنا ما شاء الله النمل تخلصوا من العنكبوت وشالوا وأكلوا وهنا استغربت ان النمل يحبون الدود ويحلون عليه طبعا زي ما تلاحظون شوفوا كيف ما شاء الله بطونهم أغلب وهم باينة زي ما تشوفونا هذا اللي قدامكم البطن حقها لونها أبيض هذا الدليل واحد من اثنين يا الموية أو اللحشاء حق الحشرة نفسها شوفوا كيف هذي مغمسة راسها جوا وقاعدة تاكل في الحشرة وتحلي الشيء الغريب في الموضوع هو ان الحشرة هذه صارت جافة أنا الصراحة اللي مستغرب منها انها ما تعفن الفترات طويلة سبحان الله عندهم شيء يحسون فيه ويعرفون الشيء إذا كان بيعفن يمسكونها ويحطونها في مكان مرة بعيد شوفوا كيف هذي قاعدة تطعم الملكة وتنقل غذاء للملكة الملكات بشكل عام بطونهم تكون شبه فاضية عشان ما يحتاجون الكميات الهائلة هذه من الطعام وهنا ما شاء الله شوفوا كيف النمل قاعدة تنظف راس النمل المحارب الصراصير بشكل عام ما قاعدين يتحركون من العش حقهم وهذا شيء يأمن لهم ان النمل ما يفترسونهم لكن صدقوني إذا جاعوا النمل راح يرجعون لهم ويبدون يأكلونهم شوفوا كيف هذا حتى صرصور ثاني هنا والصرصور الثالث اللي هنا طلع دافل نفسه مع أخو اللي أصغر منه ما أخفيكم حصلت عنكبوت في المكان اللي كنت قاعدة ربي فيه النمل والعنكبوت هذا واضح أنه شوفوا كيف قاعد يلف حشرة صغيرة وقاعد يأكلها فراح يشيله وربي صدنا العنكبوت الحمد لله لكن الفريسة زي ما تلاحظونها معلقة بالشباك حقها فقاعدة الدور 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 واضح أنها عايشة لسه وبعد ما حطناه في البيت الجديد له زي ما تلاحظون شوفوا كيف مو مرتاح مرة وقاعد يتحرك بشكل كبير واضح أننا أصبنا من الشيلة اللي شلت هي أنا طبعا شوفوا كيف رجلة ما هو قادر يحركها كتير شوفوا كيف شايفينها ملفوفة كذا أنا حاولت أني أمسكها طبعا ما بقدر أمسكها بيدي الموضوع صعب وسهل أنه يخرب وأيضا فيه الشباك حقه لكن أنا اللي قرأتها أنه يقدر يعالج نفسها ويقدر يرجع الأطراف حقه بشكل أسرع شوفوا كيف الآن مو حاسب الراحة أبدا لكن بإذن الله لني راح أطعمها قريب ويخليه يكمل وجبتها اللي قطعناها عنا طبعا هذا ما خلص الوجبة حقه إلى الآن زي ما تلاحظون واضح أن الحشرة ميتة تقريب ما قاعد تتحرك لكن عندنا بين قاعد يحركهم والآن اللي بسوي أنا هو أني أفتح العش عليه وأحط للعنكبوت الثاني وبشوفهم هل يتأقلمون مع بعض ولا راح تسير بينهم مشاكل واضح أنه حسب الأشياء اللي قاعد تتحرك حوله شوفوا الآن هذا هو والآن بإذن الله راح نحط العنكبوت طبعا حطيته له في البيت بشكل مقلوب فبإذن الله نميتة أقلمون ويطلعون من نفس الفصيلة رغم أن هذا حجم أكبر من أخوه لكن بنشوف هذه التجربة هل العناكب يضربون مع بعضهم ألا لازم ذكر وذكر ثاني متحمز جدا إش اللي بيسير لو تقابله لأنه واضح أن هذا اللي فوق شوفوا كيف مسكين رجلة أصبتها صراحا ما كانوا لدي نصيبة لكن لازم أمسكها من أحد أطرافها عشان أصيدها وعشان أربيه وشوف كيف التعامل حقه شوفوا كيف مسكين مقادر يمط يده أو الأطراف حقه للنهاية طبعا نشوفوا كيف الآن شوفوا بوريكم الشكل خارجي كيف هذا العش حقه قلبته على الثاني فبإذن الله هذه النسخة أو خلينا نقول القطع اللي تخلص منها وإلى الآن الأكل في فمه فواضح أنه يبغى يأكل الأكل حقه وبعدين بنشوفه هل هو جايع وهل راح يتمشكله مع بعض ولا لا وهنا حزنت مرة 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 كثير شايفين نملة المسكينة هذه اللي كانت قاعدة تشيل وتحمل وتسوي ماتت يا شباب ما أدري مسكينة شي اللي كانت تسوي وش آخر مهمة سوتها أكنا الله يرحمها العش حق سكر الخيزران حصلت فيه جثث موجودة والظاهر أنها ما كانت موجودة سابقا بس واضح أن أشكالها زي ناسج الخيط الذهبي فعشان كذا أنا اللي قلتها هو أن الظاهر أنهم يبغون يتخلصون من الجثث عشان ما تعفن عليهم وتنتشر أمراض زي قبل وتقل أعدادهم والصراحة طلعوا صدق أعدادهم أقل لأن أول كنت حاسبهم كانوا تقريبا فوق السبعين الآن يمكن في الأربعينات تقريبا الخمول طبيعي جدا في النجار الياباني لكن قلت الآن لازم أسوي لهم أكشن شوي وأحاول أخليهم يتنشطان وياكلون تذكرون البقايا حق الأنبوب القديمة حق مقوسة البطن شوفوا هذه ظهرنا فيها مرض وما تبغى تدخل سبحان الله شوفوا كيف تحاول تصرف نفسها تروح مكان بعيد ما تبغى تقرب من العش ولا تبغى تنقل أي مرض لها الشي الغريب هو أن النمل بطبيعتها يقدر يعالج نفسه ويقدر يسوي تنظيف داخلي بالنسبة لهم يلعقونهم زي كذا لكن المستغرب منه هو أن هذا المرض إذا جاهم ما يقدرون أبدا يتفادونه والشي اللي يسوونه هو أنهم يبعدون إلى ما يجي وقت موتهم أدري من زمان ما تكلمت على النمل الثور أحب دائما أعطيها أولوياتها وراحتها لأنه زي ما أنتم عارفين لازم ما أزعجها هذه الفصيلة أبدا فأحاول من حلقة لحلقة وحولها كذا أصوركم إياها طبعا الآن حطيت لها صرصورين وحالتهم تعبانة أنا اللي قضيت عليهم وإن شاء الله أنها تبدأ تأكلهم وبعد فترة واضح أنها عرفت بأن في دخيل العش طبعا عارفا أن هذه حشرة والحشرة هذه ضعيفة ولا عندها أي مقاومة فدائما ما تهتم أنها تبدأ تأكلهم الآن إلا إذا جاعت وأيضا النملة هذه نظامها إذا شافت أي شي تحرق قدامها تبدأ تهجم عليه فدائما إذا الشي ما قاعد يقاوم أو حركته بسيطة ما رح تعطي أي اهتمام الآن زي ما تشوفونها رأيها جاية وأنا فاتح العش حقها زي ما تشوفون قدامكم فقلت عارف أنها ما بتطلع شوفوا كيف الآن بدأ يسوي أي تحركات بسيطة وبدأت تهجم عليه شايفين كيف شوفوا كيف الآن بس واضح أنها ما هي جاعة طبعا كيف عرفت أنها ما هي جاعة ثامن إذا كانت جاعة راح تقرب منها بشكل سريع وتبدأ تأكلها والشي الثاني هو أن الشي هذا واضح يدل أن بطنها مليانة شوفوا كيف التكسيمات اللي ببطنها واضح أنها شبعانة فما راح تأكلها الآن طبعا نرجع العنكبوتنا اللي دخلنا مع العنكبوت الثاني جيت وعصلتهم تحت ثنين هم جالسين طبعا عندهم فراشة صغيرة ما أدري اشتبها لكن بيفترسونها بيوم من الأيام لكن واضح أنهم ما يبغون مشاكل وكل واحد الحالة وكل واحد يدور أكله بمكان ثاني طبعا الآن راح أشيل للعالم اللي فوق القديم وأبدأ أغطيه إن شاء الله أنهم يبدون يأكلون الأكل اللي تحت عندهم للأسف الفراشة ما خلتها في حالها شلتها ومسكتها وحطيتها بالأنبوب حق النمل طبعا الآن شوفوا كيف الصرصور هذا دايما يحب يهجول ويسوي مشاكل معهم بعد أن يرجع للعش حقه ما أدري إيش البزرنا هذي اللي قاعد يسويها لكن واضح أنهم شوفوا كيف وما أعطينا وجه بزيادة بس إذا جاءوا صدقون يبدون يأكلونها لكن بطونهم مليانة هم يأخذون الملكات كمستودع لهم إذا بدت بطونهم مليانة وفي فريسة إضافية مباشرة يرجعون يعطونها الملكات عشان بطونهم تتفضى وبعدين يرجعون يأكلون شوفوا كيف الصرصور هذا ما في أحد ما أعطي أي أهمية أبدا قاعد يهرب الحالة شوفوا كيف ما يبغونهم واضح أنه في لا إصابة فالإصابة هذه تخلي فريسة سهلة عشان كذا تركينا شوفوا في واحدة هنا واضح أنها قاعدة تلحق وراها أنا قلت أكيد أنهم طلعوا برا لكن للأسف رجعوا مرة ثانية وقاعدين يتمشكلون عند المخرج حق العش حقهم الصرصور شوفوا كيف لأول مرة يطلع ويعرف مكان الخروج هل تتوقعون أنه بيطلع ومعد بيرجع شوفوا الآن حصل دودة الدودة هذه حطناها في الحلقة اللي قبل الدودة واضح أنها أصيبت وماتت فما أدري شيء بيسوون الآن شوفوا كيف الفراشة الصغيرة هذه سويت فيها نبض بسيط بحيث أنها ما تقاون أنتم عارفين إذا بدأت طير أو تسوي حركات ثانية مستحيل أي نملة تصيدها سويت لها إصابة بحيث أنها ما تتحرك لكن في نفس الوقت باقي حية الشيء الجميل بتشوفون الآن واحدة من العاملات قررت أنها تشيل الفراشة وتمسكها وتحطها داخل العش الشيء الغريب كونهم استقبلوا هذا الأكل أنا ما كنت متوقع الصراحة أنهم يأكلونه فشيء كويس أني أنوع لهم مصادر الأكل صحيح أني قلت الأكل اللي من بره يكون سيئة بالنسبة لهم لكن صدقوني الفراشة تعتبر شيء نظيف وزي ما أنتم عارفين دايما تكون في الأماكن المكشوفة الأماكن النظيفة فإن شاء الله بإذن الله أنها ما يضرهم شيء في حال بدوا يأكلونه الصرصور واضح أن العالم الخارجي ما عجبه فارجع للعش عشان يرجع عند أخوانا جيتهم بعد فترة بسيطة جدا شوفوا ش اللي حصلتها حصلت أنه في عاملة شالت الفراشة ما هي موجودة في العش زي ما تشوفون فقاعد أدورها الآن أنا قاعد أشوف ما حصلت أي شيء أبدا شوفوا كيف طلعت وحدة هنا زي ما تشوفون أنا أحاول أصورها لكم لكن التغبيشة هذه ما قاعد أتوضح شوفوا كيف تشيلها شوفون أعلمين شوفوا قاعد تشيلها وفي نفس الوقت ما أدري ليش ما قاعد أتطلعها بره تبقى تفاجئ النمل مثلا أنه حصلتكم فراشة ولا شيء ما أدري ليش أو أنها قاعد تبرز عضلاتها عليها رغم أنها ما فيها أي مقاومة أصلا الفراشة هذه فشي جميل أنه مستقبلوا هذا الشيء إن شاء الله أنها تبدأ تدخل ويبدأون يأكلون الفراشة والصرصول العملاق هذا مخيف جدا ودائما يتحرك بين فترة وفترة لكن واضح أنه اللي راح يردعه هو واحد فقط النمل المحارب أنا منتظر الصراحة أنه يبدأ يسوي المغامرة هذه ويبدأ يمسكها من أطرافها بعدين يبدأون ينادون النمل الثانين يبدأون يفترسون هشوفوا كيف الآن جابت الفراشة زي ما قلت لكم شوفوا كيف النمل قاعدين يلدغونها وهي أصلا ما فيها حال تتحرك إلا قرون لاستشعار حقها فواضح أنهم مبسوطين بإذن الله أنهم يأكلونها في أقرب وقت وهنا أقرب لكم الصورة شوفوا كيف الآن واضح أنهم قاعدين يأكلون فيها شي غريب زي ما تلاحظون أن الفراش دائما لما نحد يلمسه أو شي فيه مادة غريبة كذا تمسك في اليد واضح أنها تفرزها دائما من جسمها شي يلمع كذا زي ما تلاحظون الآن بس ما شاء الله عليها هذه معضلة واضح أن الحالة هي اللي شلتها وعد ما أدري إش اللي بيسوون فيها هل يأكلونها كامل ولا يخلون الأجنحة حقها أن غالبا المستعمرات بشكل عام أو الملكة أول ما تبدأ المستعمرة إذا طيحة أجنحتها تبدأ تأكلها لأنها عارفة أنها ما عندها أي مصادر أكل ثانية لكن واضح أن الفراشة راح يفترسونها بطريقة غريبة شوي اللي هو راح يأكلون الجزء الخلفي منها إن شاء الله بإذن الله أنه ما يكون تسمم للمستعمرة أنا هذا اللي أتمنى أنا دائما أحب الصراحة أطعمهم أكل نظيف وأكل أنا أعرف إيش المصدر حقها وإيش اللي قاعد أأكلها لهم هنا ما شاء الله المستعمرة في صحة كويسة وبطونهم مليانة وأنا أعترف الصراحة أن الشيء اللي قل لأعداد المستعمرات هو أني نقلت مكانهم من مكان لمكان فغبت عن الأكل عنهم الفترة مرة طويلة فهذا الشيء أثر عليهم بشكل سلبي لكن الحمد لله بدأنا أن نرجع بشكل أقوى الآن وزي ما الشيء اللي ريحني دائما أشوفه هو أني إيش العاملات كلهم بطونهم مليانة وهنا يعجبني النمل المحارب ما يتحرك إلا إذا كانت مهمة تستاهل أما مهمة بسيطة ما يجيه أي خبر إنهم يحتاجونه صراحة ما كنت شاك إنها ماتت ولا ما ماتت لكن للأسف شوفوا الملكة شالتها وحطتها في الزاوية وواضح إنها ماتت لكن إيش سبب الموت الله أعلم رغم أن الأكل عندهم بشكل مرة وفير لكن واضح إنها ماتت من الإجهاد تعبت نفسها تخيلوا مسكينة هذه الحجار كلها هي اللي شالتها الحمد لله على كل حال لكن الشيء اللي أسعدني زي ما تشوفون قدامكم تحت الملكة في بيض هذا اكتشفت مؤخرا اللهم لك الحمد لكن إن شاء الله بإذن الله إذا تبغوني أخلي كل مستعمرة لحالها عشان تبدأ تكبر وتتطور ونبعد عن العالم الخارجي الموحد والمشاكل كلموني بإذن الله في التعليقات وإن شاء الله راح نسوي لكل مستعمرة عالم خاص فيها بحيث أن يكبروهم بشكل أفضل وأسرع وهنا بدأت المشاكل بين العناكب واضح زي ما تشوفون الآن شوفوا كيف قاعد يتحرك تحركات سريعة جدا فالشباك نفسها تعطي إشعار للعنكبوت الثاني هو أن في أحد قاعد يتحرك طبعا شوفوا كيف الآن قاعد يقرب ويحاول يمسك الشيء لكن واضح كأنه مهمل الفريسة لأنه شبعان زي ما تلاحظون وزي ما شفنا بداية المقطع أنه بدأ يأكل بس أيضا الشيء الغريب هو أنهم شوفوا كيف كأنهم بدوا يقربوا من بعض شايفين كيف مد الأطراف حقه ما أدري يعني تصالح كذا يعني خلاص بنصير خويان ولا إيش بس واضح أنه بدأ يهجم عليه العنكبوت هذا واضح أنه ما يبغى طبعا هنا البقالة الأقوى واضح أن العنكبوت الكبير هو اللي راح يتغلب على الصغير شوف 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 شايفيني شار ما أدري شار صراحة لكن واضح أن الأطراف حقه قاعدت تتحرك بشكل كأنها أصيبت هل توقعون أن هذه الفصيلة صدق فيها سم وفيها شيء يقتل أو يقتل مستعمرة بشكل عام ما يسوون مشاكل واضح أنه وعد كبير وعد صغير هذا معناه أنه في ذكر وفي أنثى لكن على حسب خبرتي أن اللي حجمه صغير هو الذكر الحجمه كبير هي الأنثى قاعد أفكر أني أشيي المستعمرة هذه وحطهم في عش جديد لكن الملكات راح تدخل في حال الذعر وزي ما أنتم عارفين أن الملكات بشكل عام يحبون المكان اللي يعيشون فيه يبقون طول عمرهم في نفس العش من ناحية النظافة فلازم النمل العامل يبدأ ينظف الوصخ اللي موجود في العش بشكل عام لأن الصدق الأمراض اللي بدأت تنتشر لهم واضح بسبب الإهمال في النظافة فإن شاء الله أنهم يبدون حبة حبة ينظفون العش يوكلون عاملات مختصين فقط أنهم يشلون ثلاث المهملات ويرمونها برا هنا واضح أنهم تقريبا بدأوا يحدون وبدأوا يوقفون مشاكل طبعا قفلت العالم الخارجي حقه من فوق هذا الصغير اللي تونا حطيناه وهذا الكبير واضح أنهم الحمد لله بدأوا يستقرون وما في أحد يبغي يتمشكل مع الثاني طبعا عندهم ديدان حطيت لهم مياه تحتنا لكن شكله ما في أي حادي يلتفت لها استرصور واضح أنه قاعد يتحرك بشكل كبير في العش واضح أنه يبغى يطلع من العش هذا عشان يفتك من المشاكل هذه لكن الشيء المحزن هو أنه مسكين ما يقدر يطلع لا تقريبا اللي جلسين وسط العش صحتهم كويسة واضح أنه في نملة أخذت نفسها كحارسة للمستعمرة فظاهر إذا دخلت نملة مريضة أو شيء يبدون يردونها الشيء الغريب هو أني شفت صرصور زي ما تلاحظون على اليمين ما أدري إجابة برة وكيف مات وليش جاي هنا أصلا النملة هذه توها راحت من عند الصرصور الكبير اللي علي سار بس واضح أنها ما هي دارية وينما كان بالضبط طبعا النمل يعرف أنه في تحركات أو رايحة غريبة عن رايحة المستعمرة فالشيء اللي قاعد يغطي نفسه أنه بالرمل أو شيء الموضوع هذا ما بيستمر لفترة طويلة لأن النمل يعرف بالتحركات فمباشرة راح يعطي إشعارات للنمل الباقي أنه في مخلوق هنا قاعد يتحرك وكبير جدا فعلى حسب حجمه يبدون يخططون كم نملة راح يطلعون كثير للعالم الخارجي فهذا الشيء اللي يجي فراسي هو أنهم يحتاجون لشي يأكلونه فهنا في أكل عندهم قديمة قاعدين يقرمشون عليها خسرنا عاملة وحدة في النجار الياباني الصراحة بشكل عام أنا ودي أشوفهم إذا كانوا في العالم حقهم الطبيعي هل هم كسلانين لهذه الدرجة لدرجة أنه ما في أي عاملة تبغى تطلع وتجيب أكل لأن عددهم الآن وأحطها مع العناكب الثنين وأشوفوا ما الذي يحدث معلش والله العنكبوت أطرافه مرة ضعيفة حاولت أشيله وانقطعت رجلة فالحمد الله وهذا هو بعد ما شلت زي ما تلاحظون الآن وبإذن الله راح أحطها لهم بعد ما حطيت العنكبوت كلهم جالسين في حالة سكون ما أدري هم مصدومين ولا لا لكن اللي أتوقع هو مسألة وقت وبعدها راح تبدأ حرب جديدة بين العناكب ترجمة نانسي قنقر